مع اقتراب نهاية عام 2015 يبدأ تدفق الصور التي تلخص أحداث العام ولأن أزمة اللاجئين السوريين إلى أوروبا رسمت معالم هذا العام ولأن هؤلاء المغامرين عبر البحر كما في البر تصوروا مستقبلا أفضل من حاضرهم التقطت لهم هذه الصور فمعاناة العبور بحرا من تركيا إلى اليونان كانت لها حصة الأسد من توصيف الأزمة فهذه صورة للاجئ سوري يمسك طفلا وهو يحاول الوصول به إلى البر على مسافة مائة متر من جزيرة ليسبوس اليونانية كانت عنوانا محزنا لهذه الأزمة في مقابل صورة طفلة سورية تنفجر بالبكاء بعد اجتيازها بحر إيجين إلا أن تقنية السلفي وعلى الرغم من خطورة الأوضاع كان لها حصة عقب وصولهم إلى شاطئ جزيرة قوس اليونانية وإذا كانت صورة الطفل إيلان على شاطئ بودرون في تركيا قد هزت العالم فإن هذه الصورة لهذا اللاجئ وهو يرفع طفلا من المياه بعد غرق عبارة كانت تقل مائة وخمسين لاجئا معظمهم من السوريين كشفت هي الأخرى مأساة هؤلاء الطفولة في هذه الأزمة صورت أيضا عبر هذه اللقطة لطفلة تحمل دميتها بمرافقة عائلتها وتلحق بمجموعة من اللاجئين الذين يحاولون اجتياز الحدود المقدونية في حين هذا المهاجر السوري التقطت له صورة وهو يقبل ابنته الصغيرة وهو يسير تحت المطر باتجاه الحدود اليونانية مع مكدونيا بعد مكدونيا وسربيا كانت هنغاريا محطة أخرى لمعاناة اللاجئين فهذه الصورة لشرطي هنغاري يحاول إبعاد عائلة من المهاجرين عن سكة الحديد وفي الختام صورة عدها البعض توصيفا لحالة اللاجئين عموما شرطي يقود أعدادا كبيرا من اللاجئين بالقرب من دوبوفا في سلوفينيا شبهت بقطيع خراف يقوده الراعي إلى بر الأمان